في ثلاث حاجات لو عرفت تطبقهم في حياتك اتأكد انك هتقدر تخرج من اي حالة حزن او اكتئب سواء كان حزنك ده بسبب شخص بعد عنك او بسبب ظروف حياة ايا كان السبب اذا طبقت الثلاث افكار دول في حياتك بوعدك ان حياتك هتتغير للاحسن 180 درجة رقم واحد اكتر حاجة هتخليك شخص حزين هي انك تكون فاكر ان الحياة لازم تكون مريحة وسعيدة لازم تقنع عقلك ان الحياة معاناة وانت اللي هتختار المعاناة دي هتديلك مثال بسيط جدا لو انت مثلا وزنك زايد شوية فهنا انت هتختار يا اما انك تعاني من انك تعمل رجيم وتلعب رياضة عشان تنقص وزنك او تختار انك تعاني من وزنك الزايد وتحس تجاء نفسك بعد مردة وتتحرك بصعوبة وتلبس هدومك بصعوبة يعني في الحالتين هتعاني وانت هنا اللي هتختار المعاناة اللي تنسبك نفس الكلام لما تكون في علاقة مع شخص مؤذي فاما ان انت تختار انك تعاني من ان انت تفضل معاه في علاقة وتستمر في ان هو يأذيك او انك تعاني من ان انت تبعد عنه وتتخلص من تعلقك بيه وتعاني وانت الوحدة تبعد عنه بمعنى انك في الحالتين هتعاني لكن في معاناة هتفيدك وفي معاناة هتضرك وطالما انت كده كده هتعاني هتعاني فاختر المعاناة اللي تفيدك لما تفكر بالطريقة دي فهنا هتبدأ انك تفوق وتشوف الحياة صح وهتحس انك قادر تسيطر على حياتك لان الاكتئاب والحزن هيدخل لحياتك بمجرم ما تقنع نفسك انك مفروض تكون مرتاح وسعيد وكل امورك تمام فلازم تقتنع انه طبيعي جدا انك تعاني او تتقلم لكن الفكرة هنا ان انت اللي لازم تتحكم في القلم ده من خلال انك تختار المعاناة او المعركة اللي انت هتدخلها بالزبط الحاجة التانية او النقطة التانية وهي انك تفكر بمبدأ ان واحد احسن من صفر هنفترض مسلا ان انت في علاقة مؤذية جدا واخترت ان انت تعاني بعيدا عن الشخص اللي بيأذيك ده يعني كان قدامك اختيار اما ان انت تعاني وانت معاه في علاقة او تعاني وانت لوحدك من غيره وبعيد عنه وتعاني من فكرة ان انت مشتاق للشخص ده وهنا لازم تفكر من مبدأ ان واحد احسن من صفر بمعنى انك بلاش ابدا تقول لنفسك اليوم اللي انا عيشته من غيره ده كنت بتعازف فيه جدا وبفكر فيه طول الوقت النهاردة ما قدرتش ان انا ابطل ارأبه ما تفكرش بالطريقة دي لكن فكر انه عد عليك يوم من غيره بالرغم ان انت كنت مشتاق له او بترأبه او فكرت ان انت تبعت له لكن اليوم ده انتهى وانت نجحت انك ما تكلمش الشخص ده بالتالي هنا انت سجلت هدف واحد واحد احسن من صفر فكرة انه عد عليك يوم وانت بتحاول تنبعي عن الشخص اللي دمرك وازاك فدي حاجة عظيمة جدا وافضل بكتير من انه عد عليك يوم زيادة معاه يدمرك فيه اكتر لازم تفهم انه مش مهم ابدا ان انت توصل لعدفك بس المهم انك تفضل تمشي على الطريق اللي هيوصلك في النهاية لعدفك الفكرة المطلوبة منك هنا مش ان انت توصل للنهاردة او بكرة لكن الفكرة انك تستمر على طريقك ده لحد ما توصل في النهاية رقم ثلاثة وهي انك لازم تبطل تهتم بالنتائج وركز على الاسباب مش مهم ابدا ان وزني نزل ولا لا لكن المهم ان انا ما زلت محافظ على الرياضة مش مهم ابدا ان اقدر انسى الشخص ده ولا لا لكن المهم ان ما زلت بعيد عنه يعني بطل انك تهتم بالنتائج وركز على انك تهتم بالاسباب بالحاجات اللي انت بتعملها التلات نوعات دول لازم تحطهم حلقة في ودنك وتأكد بعدها انك هتقدر بمنتهى السهولة تخرج من اي لحظة حزن او اكتئاب ولازم بعدها تحافظ على تلات تصرفه التصرف الاول هو انك لازم تحافظ على تواصلك مع الناس اللي بتحبوهم وبيحبوك القريبين منك او معارفك سواء كانوا جنبك او بعيد عنك لان الاكتئاب والحزن هيتمكن منك بمجرد ما تعزل نفسك فما تعزلش نفسك عن الناس التصرف التاني هو انك لازم تتكلم مع نفسك باجابية لازم تعرف ان عقلك هيبدأ يحس بالحزن لما تدي له افكار سلبية او كلام سلبي وتقول لنفسك انا حزين جدا انا فشلت اللي عايزه منك هنا انك تعكس كل الامور دي وتقول لنفسك كل حاجة بقت تمام انا بدأت ان انا اتخلص من الحزن ده حاسس ان انا بقيت احسن حاول على قد ما تقدر انك تتكلم مع نفسك باجابية التصرف التالت وده مهم جدا وهو الرياضة لازم تكون الرياضة عنصر اساسي في حياتك لانك لما تمارس الرياضة فده معنا ان عقلك بدأ يستوعب انك بتسعل تحسين جسمك وحياتك ونفسيتك ومش ممكن ابدا ان عقلك يقتنع ان انت مكتئب او حزين وفي نفس الوقت انت بتمارس الرياضة عشان تحسن حياتك فلما تمارس الرياضة فانت هنا اكينك بتقول لعقلك انك متمسك بالحياة وده هيساعدك جدا على انك تتمسك بالحياة اكتر من خلال انه ايخليك تحس بمشاعر ايجابية اكتر